السلام عليكم بلات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخير وعلا خير يوما جيت باش نشارك معاكم واحد لكم وانت خفيفة ضريفة كيلو وص ديال استابلي لكن اهم حاجة اليوما بغيت نشارك معاكم في هذا الفيديو هي الاسرار والنصائح دي اللي عجينة ديال استابلي او الاستابلي اه اللي بزاف منكم اه يعني ما كيصدقش لهم استابلي ما كي كي تقلص لهم في الفران او لا كي تغير او لا كي تديفورما المهم غدي نشارك معكم اليوم ان شاء الله جميع الاسرار والنص باش ينجح لكم استابلي مئة في المئة اولا مليون في المئة قدي نشارك معاكم هاد الشكيل هادا اللي تزيين دياله بسيط جدا وسهل وراقي في نفس الوقت كي تحضر بسرعة يعني اللي كانت عندك اشي كوموند مزروبة فانصحكم باش تخدموا هاد الانواع ديال استابلي ما كيكونش فيهم بزاف ديال الفينيسيو وكيكونوا بزينين راسهم براسهم خليكم معا الفيديو حتى الاخر وما تنسوش لا اول مرة كتزور القناة ديالي تشارك وتفعل الجرس باش دائما توصلوا بجديد فيدي وايضا ما تنسونيش بلايك ديالكم كيف ما كنقول لكم دائما من باب التشجيع وخليكم دابا مع المكونات وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج به هاد الصابلي هادا اولا فعد العجينة ديال الصابلي بما انه عندي كيلو ونص ديال الصابلي فغادي نحتاج غين مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة مارغارين اي نوع كتفضله انا كنستعمل باتيسور غادي نحتاج كاس ديال العنبة ديال السكر حبيبة تكون رقيقة اولا سكر مطحون غادي نحتاج كاس ديال العنبة ديال زيت النباتية زوج الحباس ديال البيض وغادي نحتاج هنا اي تقريبا واحد زوج معالق كبار ديال حليب بودرا اولا نيدو آآ الحليب بودرا كيعطي واحد لغو رائع لصابلين جميع انوع الصابلين جميع وغادي نحتاج واحد رشيشة ديال الملحة غادي نحتاج تقريبا واحد ستمائة جرام ديال الدقيق لابيض اللي يكون خاص بالحلويات طريقة فا كيف ماشتوا معي وضعت ديك الزبدة في واحدة القصرية, اضفت عليها ديك الرشيشات الملحة واضفت عليها ايضا دك السكر حبيبات وغادي نخدم مزيان مزيان السكر مع ديك الزبدة. حاولوا تخدموه مزيان مزيان هاد المكونات في الاول بالنسبة لبنات اللابات ديال الصابلي فسر ديال النجاح ديالها هو في المرحلة فاش كنكونوا نخدموه الزبدة مع السكر مع الزيت ومع البيض هادي هي المرحلة الاساسية والمهمة باش كينجح لكم الصابلي مية في المية هنا ايا كيف مشتو معايا كنخدم ديك الزبدة مزيان بالكف ديال يدي باش ترطاب وتعطيني واحد يعني واحد الا حتام دك السكر اللي كان ندروه كيكون بحلة كيكون حرش بحلة كيرطاب يعني كيرجع دك الخاليط الكريمي من بعد كنضيف الزيت المرحلة التانية من ورا زبدة السكر هي الزيت ما تضيفوش البيض قبل الزيت اه لانه الى ضفتو البيض هو اللول وضفتو عد الزيت غتحسو بحال دك الخاليط كيتقدد وما غي يعطيك مش دك القوام الكريمي ناصحتي لكم هي تبدو بالزيت هو اللول تخدموها ايضا حتى هو مزيان مع عادك السكر وحتى كتتحصلو على ذاك القوام الكريمي ومن بعد عاد كنضيفو جزوج حبات ديال البيض او كنخلط مزيان 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 فهات المرحلة هادي كتكونو خدمتو مزيان الزبدة والسكر والزيت من اللي غادي تديرو البيض اوتوماتيك موفاش غادي تبدو تخلطو تخلطو شوية غادي تحصلو على ذاك القوام الكريمي او للي كيكون بحل شكل بوماد هاداك هو القوام اللي كيعطينا الصابلي ناجح وما كيتقلص ما كيتلقش الزيت ما كيتديفورماش الحجم ديالو وايضا كيجينا الوجه ديالو ليس يعني كيجي حتى اه الحبة ديال الصابلي كيجيزوينه غدا نضيف هنا يا ذاك زوج دلمعالق ديال نيدو بالنسبة لي يا البنات الى درت نيدو ما كنضيف حتى شي نكها لان فقط هاد الحليب البودرة كيعطي واحد لو قوزوين للصابلي وما يمتو كيعطي لو واحد اللون زوين يعني ناصحتي لكم في جميع الانواع ديال الصابليات دخلو نيدو في الحلويات ديالكم اولا حليب بودرة الى ما كان اولا الى كان متوفر عندكم حتى السيريلاق سيريلاق حتى هو كيعطي واحد لو قو رائع لهذا الصابلي ديالنا اولا الفلون كاغامل حتى هو كيعطينا لو قو اللون هنا ايا كيف مشتو معايا ضفتك الحليب وبديت كنضيف دقيق شوية بشوية كيف موجوت لكم تقريبا هاد العجينة هادي اا نصر ديال العجينة يعني مية ووشين جرام ديال الزبدة كاتاخد لي ستمية جرام ديال الدقيق الى درتو ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة راكتاخد لكم حتى الكيلو ميتين جرام كيلو تلتمية جرام ميمين ايا كنضيف اا دقيق شوية بشوية وكان خدم عادي جدا يعني كنخدم بالاصابيع ديالي وصفي يعني ما ماشي كنخدم غيب الاطراف ديال الاصابيع وشوية بشوية انتم مالبنت كيف مشتو معايا را كنخدم بطريقة اللي هي عادية ما خايفة من اللابات ما حتيش حاجة لانا انا ديجا خدمت اا في اللو اللابات ديالي يعني ما عنديش مناش نخاط هنا سافي كما كتشوفوا معايا مبعد ما جميلة العجينة ديالي وضعتها في واحد البلاستيك غيدائي وغادي نخليها في تلاجة بات الليلة كاملة بيدور ما غيوق عليها حتى شي حاجة انتم مالبنت كيف ماشتو معايا باتت الليلة كاملة وبقت هي هي ما طلقت ليلة زيت لحتى شي حاجة بزاف ديالي بنات كيتشكاو من اللابات ملي كتبات اولا كتغلسي ومين اولا كتطلق لهم الزيت شوفوا معايا البنات انا راها باتت الليلة كاملة ما تلقت ليش حتى قطرة ديال الزيت ولو قطرة ما تلقت هاش ديال الزيت يعني هدا دليل على ان لابات ديالكم ناجحة وحتف الطياب غادي تجيزوينة بزاف زاف هنتو ما كيف ما كاتشوفوا معايا وخدرنا غيف مياه وخبتع وعشرين جرام ديال زبدة كاس كامل ديال الزيت النباتية راها جات هي هاديك هاديك هادا هوا علاش قلت لكم خسنا نخدموه الزيت مزيان في الاول باش ما نطيحوا خشف هاد المشكل الى ما خدمناش الزيت مزيان معز بداول بيض وتحصلنا على داك القاوم اللي هو كريمي غادي فشخ اللي ولا لابات ديالكم تبات غادي اطلق لكم الزيت بزاف وما غادي كمش زوينة وغا تعدبكم حتى في الخدمة ويما انا صفيدة با غادي ندود باش غادي نشكلها معاكم الطريقة ديال تشكل ليس عبلي بصيفة عاما انتم عارفين ها كان نرقو صابلي ما بين زوج ديال البلاستيكات هاد المرحلة كان ديروها فقط باش ما نحتاجوش للدقيق اما زوج ديال البلاستيكات واما ورق ديال الفرن كتاخدو زوج ديال ورق ديال الفرن وكتحلو لابات ديالكم بواحد الدلاك او للوراق او المهم كل واحد شنو كيسمي احنا كنقولو الدلاك ها نقدم انا هنا كيف مشو معايا كان بدك نرقق في العجينة ديالي ما بين زوج ديال البلاستيكات السمك ديال هاد السابلي هاده كيكون شوية غلاد ومش بحال السابلي اللي كان ستقو حبة ما احبا او للي كان زينه بلي موتيف ديال الشكلات هاده هاده اغلب سلم يجيشي شوية غلد مش كتجي هكال الحباز وينه وباينه وكيجي بحال يعني السابلي دوازاتي اي هنا غدي ناخد هاد المرحل هاده اللي عندي كيف مشو معايا هاده كنحتي تجوف بزف حلوية ديال لوز ح حلوية الباردة وكنخدمو بيها ايضا حتى ليصاب لي اه كيكوناك ده كي تحل يعني كيطلع وكيهبط كيساعد بزاف في الخدمة صراحة هذا وكيف ماشتوا معي البنات من اللي كان رقق لابات ديالي شوفوا البنات العجينة شحل ناجحة ما محتاجة لا دقيق ما محتاجة يعني ما كانت تلصق لي في المطيبع ما حتيشي حاجة العجينة ليس اه كيف ماشتوا هنا يارا كان طبع هاد الحلوة ديالي بهاد المطيبع هذا ومن بعد كان ضغط عليها من الفوق كان ضغط على ذاك المطيبع او لذاك المرشم من الفوق باش كي يعطيني الشكل ديال ديك داك المواتف اللي كان في داك داك المطابع في الحلوة ومن بعد كان نلحيدها بكل سوالة ارا كتتحيد بكل سوالة هاد الحلوة دي ما تحتاجوش نهائيا عنكم تخدموه بالدقيق في حالة اذا اه شتول عجينة شوية كتلصق ليكم داك ساعة تقدرو تغطصو داك المرشم ديالكم في واحد التبصيل فيه شوية ديال الدقيق ومن بعد كتخدمو به عادي جدا بصف هكذا انا كان بقام استمرها هكذا بنفس طريقة من بعد فاش كان نسالي اللي الحلوة ديالي فاش كان طبحها را كان وضحها مباشرة في واحد اللطة اللي اما كتكونو دهنينها بشوية ديال الزيت او لكتدرو فيها الورق ديال الفورن او لابن ما تحتاجو قاعد دهنوه لانا السابلي عندنا في زبدة في الزيت ما يحتاجش نهائيا عنو كتدهنو اللطة ديالكم هنيا واحد الحاجة مهمة اخرى كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كتطبعو الحلوة ديالكم وكتشكلوها وصفي كيبقى لكم داك شوية ديال العجين ما امركم ما تعاودوا لغي هو دائما حاولوا تجدو العجينة دي مخص العجينة تكون جديدة كيف ماشتوا معايا نيا كيف ماختيو عجينة وضعتها في الوسط ورجعت لي هادك الباقي ديال العجين اللي عندي لتحت ومن بعد بديت كان كنجمعوه فقط بدك البلاستيكا مد الكوش باش كاتبقا ديال العجينة ديالكم كلها ناجحة احتكت يعني كتخدمو حتى الاخر حبة ام بلا ما كيتقلص يعني الشكل ديالها ولا دوك الحبات اللي كيكونوا في التالي غالبا ما كيكونوا بعض الحبات ثالي كيبدك يتقلص لشكل ديالهم إلي خدمتم هذه الطريقة ستبقى لكم العجينة تخدموا بها حتى الآخر حبة مهمة نصفي سنبقى مستمره حتى نكمل قاعدة الكيمياء اللي عندي ديال العجين و سندخل السابلي ديال الفران طريقة ديال الطيب دياله تطيبو على النار اللي تكون مهيلة فران يكون سخون يعني دجا مسخنته من قبل نار مهيلة اللي عندها الفران ديال تضجره على 180 درجة اللي عندها الفنتيلاتور تخدمها في السابلي راه زوينة بزاف في السابلي و اللي عندها الفران ديال القاس فتطيبو من الفوق حتى كتشوفو بدا شوية كياخد اللون وورا صابلي ما كياخدش طيب بزاف غير يعني رقبوه كل مرة بدو كتشوفو ما كيفوتش اربع ساعة في الطيب و بعد كتنزلوه لتحت كياخدو واحد اللي وين شوية مذهب غير كيتذهبش شوية وصفي كتجبدو كيف ماشو معايا كيكون ادو اللون دياله كيطب واحد طيب اللي كيكون موحد صراحة اه يعني انا بالنسبة لي يا اللي سابلي دائما كيجيني طياب ديالهم في حال هكا ودائما كيكون اه ما كيدغير لهم لا شكل ديالهم لا الحجم ديالهم كيف ماشتو كيف مادرت الحبات ديال اللي سابلي كيف ما بقاوهما هما بالنسبة لي هاد سابلي هاد فقديندهنو بالنباج شوية ديال الناباج وقديندخلو للفران يرجع يتشمع غير واحد جوج دقائق او لدقيقة ونصف فقط وما كاتسدوش الفران في نفس الفران كترجوه الفران لبنات النار تكون فوق منه وماشيتحت منه ولكن فقط واحد دقيقة او لدقيقة ونصف وما كاتسدوش الفران كيف ما وكتلكم الفران كي بقام حلول او اه انا كيف ماشتو معايا بعد ما دخلت اسابلي ديالي تشمع غير واحد دقيقة ونصف فخرجتوهدام با بش ننفيني بالنسبة لتزين كان متوفر عندي فخلاجة هنا اي ندي الفواكيل معسلة واحد الكيمية ديال فواكيل معسلة اضفت لهم واحد شوية ديال لوز ايفلي او لكوكو ايف felic اول الليه متوفر عندكم محمر وخلطو بوحد شوية ديال نبج يعني كتجمعو ادل خالد ديال بشوية ديال نبج باش ديال نبج كي يجمع ديال الفاوكيل مع السلام عالوز افلي وغادي نزينو هكا بشوية ديال العقاق في الضوغة من الفوق سافي كيكون ادوات تزين ديال يعني هدا صابلي ديال دقيقة تسعين كيوجد بسرعة كيتزين بسرعة وكيتب بسرعة وحتلع الجينارة ماشاء الله يعني مية ومس وعشرين جرام ديال الزبدة غا تخرج لكم كيلو ونص بالضبط يعني ما فوقها ما تحتها يقدر خرج لكم واحد زوج حبات من فوق كيلو ومس لكن قل رامك تغطيكم شقل صافي مويمانا غادي نبقى هكذا مستمرح تنزين قاعد للاسابلي اللي عندي وغادي نتلقاو باش نشوفو الشكل نهائي ديال السابلي ديالنا كيكون ادو الشكل نهائي ديال السابلي كيف ماشتو معايا كيجي رائع من اروع ما يمكن تجربو فلاسابلي بنين في واحد لوغو زوين بززاف وحتى الشكل ديالو زوين وخفيف ضريف ضغية كيوجيتو معايا لبنت شكل ديالو كيبقى هو هو ما كيدفور ما ما كيدف يعني تدو كل الخطوط كيبقى وهو ما كيف ما صاوبتهم في الاول وهنا سمحوا لي على الايضاءة لانك نزلت واحد الغيامة ولجوه الضلم يعني نرى كانت يلا بقي بقي عادل الحال ولكن بحالة تقولوا راها نزلت الضلمة هنا يا كيف ماشوا معايا بالنسبة لطريقة كيفاش كان استفادل السابلي باش ما كيتلسقوش ليري انه في دوك الفواكه المثلة كان وضع واحدة طبقة يعني تستيفا ديال السابلي ومبعد كان فرقبيناتهم ببابي اليمينيوم وكان رجعوا وكان فرقبيناتهم هكا بالورق ديال الالمينيوم هكذا كان مقام استمره حتى كان نكمل بالنسبة لبنات الثامن ديال هاد السابلي انا خدمتو بكوكا وإيفيلي خرجتوه بستين درهم للكيلو إلا كتو غتخدموه باللوز إيفيلي غتخرجوه بسبعين درهم للكيلو